مؤخراً كانت هناك حلقة مسيرة جداً جداً من الأخ رشيد حول ما يحدث فيه فلسطين تعالوا نشوف قال إيه قال قول الحقيقة في هذا الزمن الصعب واجب أخلاقي وكواحد سبق له أن تبنى وجهة النظر السائدة في الوطن العربي وأيضاً كواحد يتتبع دائماً خيوط الحقيقة أينما كانت أولاً أنا لا أتبنى وجهة النظر الإسرائيلي ولا وجهة النظر العربية لا أحابي أحداً لا أصطف لجانب أحد لا أخذ أموالاً لا أتلقى تعليمات من أحد ما أقول اجتهادي الشخصي وقناعاتي الشخصية كمسيحي أحب الفلسطيني المسلم والمسيحي وأشعر بمعاناة الفلسطينيين الذين فقدوا وفقدوا وأؤمن بأن لهم كامل الحق في أن يطالبوا بحياة كريمة وأن تكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم وأنه حان الوقت اللي وضع حد لتلك المعاناة وأن لا يتعرض للعنف ولا التنكيل ولا التمييز أيضاً في نفس الوقت أحب كذلك اليهودي اليهودي والإسرائيلي العربي المسلم والدرزي والبهائي والمسيحي كلنا أبناء الله لهم الحق في حياة آمنة وضد أي قراهية لهم كعرق أو دين وضد أي عنصرية تجاههم ولا أؤيد العنف أو الشحن ضدهم أيضاً أؤمن بأن الصراع العربي الإسرائيلي وتم اختطافه وأن القضية الفلسطينية كان يمكن أن تحل بالسلام وبالدفاع السلمي وبالمفاوضات وأن الدول المجاورة العربية والجماعات الإسلامية ضيعت القضية الفلسطينية بتحويلها إلى قضية دينية قومية جهادية إسلامية بنواجبنا الأخلاق كمسيحيين أن ندعو للمحبة والتعايش والسلام لكن دون مهادنة ولا مساومة مع القتل والإرهاب وثقافة الكراهية دعونا نبدأ إذن عشرة أسئلة حول حماس وإسرائيل هذه الأسئلة أنا جمعتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نقاشاتي مع العديد من الناس من توجهات مختلفة جمعت عشرة أسئلة وممكن تجد أكتر من مئة سؤال لكن عشرة يمكن يكونوا الأهم في تغطية كهذه السؤال الأول هل حركة حماس حركة مقاومة؟ هذا ما يقوله الجميع لها الحق في أن تفعل أي شيء مدام فلسطين محتلة هذا ما يقولونه البادي أظلم يعني إسرائيل هي البادئة خلينا بقى نشوف الحقيقة هل فعلا حركة حماس هي حركة مقاومة؟ ما فيش أفضل من أنك تسمع من الشخص نفسه أنا أقول لا تصدقوني أنا اذهبوا إلى ميصاق حماس موجود على النت على صفحة الجزيرة اقروا مادة مادة وطالب كل واحد أن تقرأوا هذا الميصاق لتخرجوا بخلاصاتكم في هذه المادة وفي هذه المواد في الميصاق يقول حركة المقاومة الإسلامية هي دينية أولا الإسلام منهجها منه تستمد أفقارها ومفاهيمها هي حركة دينية وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان وإليه تحتكم في كل تصرفاتها ومنه تستلهم ترشيد خطاها حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجناحة الإخوان المسلمين في فلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهي قبرى على الحركات الإسلامية في العصر الحديث إذن حركة حماس هي حركة دينية هي زراع جهادي لتنظيم الإخوان حتى فقط نعرف من هي حماس لأنه في كثير من الناس حتى الآن بيدفعوا عن حماس أو بيغضوا الطرف عن حماس أنا أريد موقفا واضحا من الجميع تجاه حماس المادة التالتة من هذا الميساق تتكون البنية الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية من مسلمين مسلمين فقط مش لكل الأطياف ببن فيهم المسيحيين أعطوا ولائهم لله فعبدوا حق عبادته وعرفوا وأجبهم تجاه أنفسهم وعلاهم ووطنهم فاتقوا الله في ذلك ورفعوا راية الجهاد الجهاد رجن أساسي من أركان الحماس الجهاد الإسلامي الديني لتخليص البلاد من الطغاة والعباد من دناسيب كلمات دينية المادة الرابعة ترحب حركة المقاومة الإسلامية بكل ما هو مسلم أعتقد عقيداتها فقط المسلمين ومسلم الأرض جميعا كل مسلم المسلم الماليزي والمسلم الهندي والمسلم الصيني والمسلم الباكستاني المادة التمنى الله غايتها أتؤكد في كل البنود أنها حركة دينية والرسول قدوتها والقرآن دستورها والجهاد سبيلها هذه هي المبادئ مش حكاية أرض مش تحرير هذه هي مبادئها والموت في سبيل الله أسمى أمانية عايزين فقط يموتوا في سبيل الله يجي السؤال ده السؤال الأولان هل هي حركة مقاومة؟ لا مش حركة مقاومة ليه؟ لأن حركات المقاومة تضم كل الناس حركات المقاومة تضم كل الفئات لو هي حركة مقاومة فلسطينية تمثل فلسطيني ما لهاش دعوه لكن الشيء الأخر أنها تضم حتى الأطياف الأخرى المفروض أنها تضم الملحد والمسيحي واللاديني وكل شخص يريد أن يدافع عن أرضه حركة ما تستهدفش المدنيين هي عن قصد تستهدف المدنيين عن قصد مش بالغلط عن قصد كم حافلة فجراتها حماس كم مقهى فندراته حماس كم الأبرياء الذين قتلوا كم واحد اختطفته حماس كم واحد قتلته من الأبرياء كم صاروخ لما ارتبعته بعين مغمضة يجي في أي شيء في إسرائيل مش مهم حتى عرب إسرائيل بيجي فيه حتى مسلمي إسرائيل بيجي فيه مش مهم المهم أدرب تسميها حركة مقاومة إزاي؟ السؤال التاني هل حماس تمثل فلسطين؟ يطلع لي أصوات يقولولي حماس لا تمثل فلسطين زي أبو مازم أنا مش شخص أمشي على الكلام أنا أعطيني معطيات أعطيني معطيات لحماس لديها شعبية وسط الفلسطينيين مفيش شيء يمثل كل الشعب مية في المية لكن اللي بأصوات الأغلبية بيمثل الشعب حماس تمثل الشعب الفلسطيني في هذا الصراع الصراع هو بين مين ومين؟ هو بين بين حماس وإسرائيل مين اللي قتل 1300 شخص؟ مين اللي أخذ رهائن لميت 200 شخص؟ إذا كانت لا تمثل الفلسطينيين أين هي أصوات الفلسطينيين؟ ما سمعناش حد تبرع من حماس، ما شفناش حد طلع وقال أنا أتبرع من أفعال حماس، خايفين؟ حماس نجحت فيه الانتخابات آخرت غزة مسكتها بموركة الشعب بل هناك إحصاء ممكن ترجعوا ليه منقول عن المركز الفلسطينيين للبحوث السياسية أنه في 2021 وعشرين، تلاتة وخمسين في المية من الفلسطينيين آمنوا أن حماس هي الممثل المستحق للفلسطينيين، وأنها تقود الشعب الفلسطيني، لذلك فإن السلطة الفلسطينية فقرة الشرعية، أما ليه أخرت حماس شعبية؟ لأنها الأكثر عنفاً بالتاريخ، بدراساتي للتاريخ الفلسطيني، وبعيداً عن مشاعر، كل حرقة تبنت وزيدت على العنف تحوز بالشعبية وسط الفلسطينيين، أنا لا أقول هذا ضد الفلسطينيين، أنا أقول معطيات الأحصاء وقراءة التاريخ تقول ذلك كلما زيرت الحرقة على العنف كلما صارت لديها شعبية لدى الشعب، هل هذا يعني أن كل الشعب موافق؟ لا طبعاً، لكن هل هذا يعني أن أغلبية الشعب موافق؟ نعم، لازم نكون صرحاء، لازم نتكلم بوضوح قائمة من الجماعات الإسلامية هل هناك منظمة سلمية واحدة تمثل الشعب الفلسطيني؟ منظمة التحرير كانت عنيفة، فتح، كتائب شداء، شهداء الأقصى، الأجنحة، والحرقات المتدخلة، الجهاد الإسلامي، أيلول الأسود، أبو نضال، وريني واحدة في هؤلاء لم تتبنى العنف كل الحرقات الفلسطينية تبنت العنف، ولا واحدة كانت مسلمة حتى لما السلطة الفلسطينية فوضت في أصله وخلاص ورجعوا، رجعوا للعنف بعد كده خلينا نشوف الشيء الآخر، يمكن لازم تطلع من برى الصراع أنا كمغربي وبعيد عن الجغرافيا، أنا كنت مسلم وكنت أدافع عن القضية الفلسطينية وبشوف مظاهرات وأقول هؤلاء مجرمون ويقتلون أبناءنا وأغتصبونا هذا كله أنا مريت فيه لكن لما تخرج برى الصورة بتشوف صورة أخرى صمعة الجماعات المسلحة الفلسطينية صمعة وحشة في العالم كله هتكلم مع أي محلل هتلاقي أكتر الجماعات التي اغتالت ناس في العالم اللي اغتالت سياسيين كبار مثل اغتيال السيناتور روبرت كينيدي في 68 اغتال واحد فلسطيني أيضا اغتيال وزير الثقافة المصري واحد عرائي، واحد مصري، واحد فلسطين لكن اغتلوه بسبب أنه كان مؤيد لاتفاقية السلام أي واحد أيد للسلام، أي واحد قال أكي للسلام أو ساند إسرائيل بيحاولوا يتخلصوا منه فلما يكون عندك تلت دول هنا اغتيال شخصيات كبيرة فيها من طرف الجماعات القضية الفلسطينية عايزين هذه القضية تكون سمعتها إيه يعني؟ بيني وبينكم يعني عايزين سمعتها تكون إيه؟ تكون وردية يعني؟ الناس بينظروا لها ويقولوا آه سنتضامن مع القضية الفلسطينية اختاروا ممثلين، يرفعوا رؤوسكم وقتها الناس تتضامن معاكم لكن إذا كنتم خلتوا اللي يمثلكم أمام العالم الآن بيتبح 1300-1400-1500 شخص ومحتجز الآن أكتر من 200 شخص ما سمعتش صوت واحد فلسطيني يقول اطلقوا الرهائد ما سمعتش صوت إسلامي من الدول العربية والإسلامية يقول اطلقوا الرهائد لا أزيدكم أكثر من هذا ما سمعتش صوت مسيحي عربي يقول اطلقوا الرهائد ليه أنا بقول مسيحي عربي؟ لأن المسيحيين العرب ماشيين مع عقلية الإسلامية اتأدلجوا ايضا مشوا مع الطيار طالعين حتى هما بيقولك الاقصى ومش عارف هيه وكلامهم مش عارفين انه حماس بتستخدمهم وقود ولو خلصت من الموضوع لو خلصت هيكونوا هما اول الضحاية هما مش عارفين كده ما بيعرفوش الجماعة الاسلامية انا بعرفها كويس درستها من الالف لليا بعرفها كويس ولكم في التاريخ عبرة الاخوان مع المسيحين في مصر وهذا تنظيم اخواني مش عايزين تصدقوا عايزين تمشوا بالمشاعر براحتكم السؤال الثالث ايه هي اهداف حماس ايه هي اهدافهم عايزين ايه عايزة تحرر الارض طب لو لو تحررت الارض اليوم حماس خلاص هتتخلص من العنف لنفترض لنفترض لان جاي على ايه معنى تحرير الارض هي اهداف حماس المادة حداشر من ميساق كل واحد اقراه خذلك خمستاشر دقيقة اقراه تعتقد حركة المقاومة الاسلامية عن عرض فلسطين عرض وقف اسلامي ملكمش حق فيها يا مسيحيين ملكمش حق ملكمش حق فيها يا يهود ملكمش حق فيها يا اي دين تاني بالمختصر المفيد انتم وقود تستخدمون تستغلون فقط انا ما بدفعش عن اسرائيل لكن انا بقول اللي بيحصل في ارض الواقع كدبني في المعلومة قول لي هذه المعلومة غلط كدبني قول لي ان هذا غير موجود افتريته على حماس هذه حقائق فلسطين ارض وقف اسلامي الى يوم القيامة هم ليه دلوقتي عاملين الجهاد مش لانه واحد ارض ولا شبر واحد من هذه الارض لا ينبغي ان يكون لغير المسلمين لا يهودي او مسيحي لا يصح التفريط فيها او بجزء منها او التنازل عنها هو ده ميساق حماس هذا حكمها في الشريعة الاسلامية ومثلها في ذلك مثل كل ارض فتحها المسلمون عنوى بالغصب عنوى حيث وقفها المسلمون زمن الفتح على اجيال المسلمين الى يوم القيامة اما الوجود المسيحيين هناك ازاي انت قاعد انت ضيف لا تملك ولا ليك الحق انك تكون السيد ولا تكون رئيس ولا تكون ليك دولة انت تقعد وتسقط فقط زمي تحت حمايدنا يهودي مسيحي اي دين اخر غير الاسلام هذه ارض اسلامية ولا نسمح بالسيادة عليها لاي شخص كان ولما يقول الارض كلها من النهر الى البحر شبر واحد ما ندهوش لليهود هي دي حماس هل يمكن ان تعقد سلام مع اشخاص مثل هؤلاء هؤلاء الان يمثلون الشعب الفلسطيني الجهاد لتحرير فلسطين فارد وعين يعني كل مسلم لازم يحمل السلاح اينما كان هذه المادة 15 يوم يغتصب الاعداء بعض ارض المسلمين فالجهاد فارد عين على كل مسلم وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطين لابد من رفع راية الجهاد محليا وعربيا واسلاميا هم عايزين هتكون حرب عالمية لابد من بث روح الجهاد في الامة ومنازلة العداء ولا لتحق بصفوف المجاهدين عايزين هي مثل انتجامعات في افغانستان هي مثل نفس الدعوة بتاع الداعش نفس التكتيك نفس كل شيء التحقوا وبنا وخلينا ناجم على اسرائيل ونبدأ عن بقرة قبيل هم بيقولوا كده اي واحد ليهم اي واحد بيدعمهم مع القضية الفلسطينية طب ايه هي القضية الفلسطينية اشرح لي ايه هي القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية في نظر حماس اللي بتمثل غالبية الفلسطينيين ايه التخلص من اليهود واسترجاع الارض الاسلامية من النهر الى البحر ايه دي القضية الفلسطينية لو انت عندك قضية تانية في دماغك الناس مش عارفنا على اتباع على اتباع الديانات الاخرى ان يكفه عن منازعة الاسلام في السيادة على هذه المنطقة ولا واحد للسيادة الا الاسلام تكون زمي او تكون سيد لا ده ميساق حماس لأنهم ليه وده يشمل المسيحيين لأنهم يوم يسودون ماسيحيين ويهود وكل الاديان الاخرى فلا يكون الا التقتيل والتعذيب والتشريد قالك حركة المقاومة الاسلامية حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزو السوريوني وبعد كده حركة المقاومة الاسلامية تتطلع الى تحقيق وعد الله اللي هو مهما طال الزمن لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون حتى وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله ده فيه ميساق حماس يعني احنا مش هنتوقف عن القتل لحد ما تقوم الساعة وهيصير الحجر والشجر يقول لنا تلو يهودي اهو وراء يعني معناه عايزين يحرروا الارض ولا هي عنصرية تجاه اليهود انتوا احكموا بنفسكم واحد يقول لي انه انا هحارب كل يهودي وهقتله وانه منتظر ده انه يحصل حتى يصير الشجر والحجر يوشي باليهود هتفهم ان دي مقاومة لتحرير ارض عشان ترجع لك بيتك انا اخاطب كل واحد يشغل عقله الحركات الاسلامية تستغل الجميع تستخدم الجميع لها اجندة تفوق ما يتصوره الجميع لكن للأسف الكثير منا مغير نيجي بقى للسؤال الرابع هل تسعى حماس للسلام طب فرضا انه اسرائيل عايز السلام حماس هتقبل تعمل سلام مع اسرائيل خلينا نشوف المادة 13 تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدت عقيدتنا الاسلامية عقيدتنا بتقول لا ما فيش مؤتمرات ما فيش سلام التفريد في اي جزء من فلسطين ان شاء الله متر تفريد في جزء من الدين متر يحط رجله فيها واحد يهودي تفريد في الاسلام نفسه متر شبر من الجيش لاسرائيل ما ينفعش على ذلك تربي افرادها وترفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون والله غالب على عمر ولكن اكثر الناس لا يعلمون طب كيف ازاي اي فلسطين يجي يدافع عن حرقة لا تؤمن حل سلمي عمال عايزين يعملوا ايه عايزين يبعدهم عن بقرة ابيه يبعتهم في باخيرات الاوروبا 9 مليون هل هذا حل عملي هل ده هيحصل لكن اي جماعة تتبنى هذا الرأي هتحصل على حوة لا ابدا لن تحصل على اي شي لن يفلح الفلسطينيون في حل قضيتهم الا حين يتبرؤون من حماس وكل حرقة ممثلة انا بقولها الكل واحد لن يفلح الفلسطينيون في الحصول على السلام ان لم يتبرؤوا من هذه الحرقات انتو يرأيكم وشاركونا في التعليقات انا قلت اجيب لكم جزء من اللي قاله الاخ رشيد في حلقته ولو اعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكم اشتركوا في القناة